على فكرة أنا عاوز أقول شيء في غاية الأهمية لما بنتكلم عن نبوات إحنا بنتكلم مش على شيء اسمه تكهن أو تخمين أو أقول أشياء لعلها تحدث أو لا تحدث مثلا إن شاء الله النصر جاي الله رح ينصرنا وإذا انتصرت ها هاي نبوة تمت ولم نتكلم عن أمور مجهولة على فكرة الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد تحت الشمس اللي بيعطي نبوات تقول لي طب ما فيه ناس نوسترودومس وإلى آخره أعطوا نبوات أنا بتكلم على كتاب من عند الله ما فيه أي كتاب آخر تحت الشمس بيعطي نبوات وعلى فكرة مش أي نبوات تخيل معي إنه هذا الكتاب المقدس تلت هذا الكتاب المقدس بيتكلم عن نبوات نبوات لا حصرة لها مئات وآلاف النبوات في العهد القديم بيتكلم عن نبوات عديدة عن مجيء شعوب عن ضمار شعوب بيتكلم عن دينونة شعوب ويتكلم كل شيء تم يعني حتى الرب لما وعد إبراهيم قاله من صلبك أو من نسلك سيكون متغرب في أرض غريبة بيتكلم عن مصر بيتكلم عن مدة الزمنية 400 سنة بعد 400 سنة رجعوا إلى أرض كنعان لأنه لم يكتمل كأس الأموريين وكان الرب آمر في إبادة شعوب كنعان يعني شوف الكلام بالتفصيل بالتطقيق تكلم عن شعوب تخيل كل الشعوب اللي في الشرق الأوسط شعب شعب الكتاب المقدس تنبأ عن نهايتها وشو مصيرها والأمور اللي اتحققت وصارت تخيل أنه نبي إشعياء بيتنبأ عن مملكة مادة وفارس بيتكلم عن الفرس قبل مجيء الفرس بيسمي اسم الملك الملك الفارسي كورش إشعية 45 الآية الأولى لثلاثة بيسميه مسيحي يعني ممسوح من عند الله حتى يتمم مشيئة الله في الدينونة على الشعب بيتكلم عن إرجاع الشعب سبعين سنة بالتفصيل كل هاي النبوات حدثت بالتطقيق وكذلك في العهد الجديد الرب يسوع لما تكلم وتنبأ في أمور حدثت والرب يسوع تكلم عنها وهو بعده على الأرض يعني كان بيتكلم عن أحداث رح تصير وصارت صارت بالتفصيل بالتطقيق ما في أي كتاب بيتكلم عن النبوات مثل الكتاب المقدس وهذا يجعلك أن تؤمن بكلمة الله تؤمن بالكتاب المقدس وإذا أنت رافض هذا الشيء كمن يرفض يعني يقول أن الشمس مش موجودة يعني الأدلة اللي في الكتاب المقدس لا تقارن يعني أنت بتتكلم عن آلاف الدلاء المقابل يمكن واحد يحكي لك جملة واحد تخيل تخيل بهالموضوع فالكتاب المقدس وتتميم النبوات في الكتاب المقدس بيدل على مصداقية الوحي وبيضل على وجود الله وبيضل على يعني على كمال الرب يسوع المسيح وهذا من أعظم الأدلة الموجودة في الكتاب المقدس مش أي كلام أنت مش رايح عند عراف ولا رايح عند واحد عن بيتكهن أنت بتتكلم على أمور بالتفصيل حدست بالتطقيق واللي بيظهلني لما أنت بتشوف في الضمار مثلا في الكنائس السبعة في تركيا وبتشوف الضمار والأثرات الكنائس القديمة في فلسطين في إسرائيل وتشوف يعني كل هذه الأثرات كل الاكتشاف عن بأكد ثاني وتالت ورابع مصداقية الوحي مصداقية الكتاب المقدس الكتاب الوحيد اللي فيه نبوات تحت الشمس هو الكتاب المقدس كتاب الله وما عدا هذا الكتاب ما عدا يعتبر كله باطل وضلال وتزيف لأنه ليس كلام الله كلام الله تم كلام الله الأنبياء تنبأوا تمت نبواتهم قالوا أقوال نبوات تمت هذه النبوات مش واحد بقولك رجع لبكرة إن شاء الله رح يكون أو خليني أسأل أو فكر حزم حازمين كانوا كان كل شيء بيتكلموه علمت أنك الآن رجل الله لأن كلام الله فيك حق هذه المرأة التي قالت للنبي إلي فعلا لأن كل كلمة تكلمها كانت صادقة فإذا أحبائي الكتاب المقدس هو كتاب نبوات اشتركوا في القناة